يسعد صباحك عبدالله ويعطيك العافية العلم المناسب يعني بما أننا نعيش أجواء معرض الرياضة الدولي الكتاب أن نتواجد وأن نخصص هذه الدقائق من واحدة من أهم وأعرق المكتبات طبعا نتكلم عن مكتبة عبدالله بن العباس الواقع بجوار أيضا مسجده الذي هو جامع وجامعة أيضا لطلبة العلم من كل الأمصار العربية الذين كانوا يلتقون بحبر هذه الأمة عبدالله بن العباس رضي الله عنهما هذا المكتبة أو هذا الجامع وهذه المكتبة هي تتواجد بمركزية الطائف رح نتعرف على تاريخها وعلى مكوناتها وعلى أركانها مع أمين المكتبة الأستاذ طلال الحارثي أهلا وسهلا بك أستاذ طلال وسعداء بتواجدنا معاك في هذه المكتبة الجميلة الله يحييكم أولا نبدأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أولا حياكم الله جميعا والمتابعين الكرام مكتبة عبدالله بن العباس هي مكتبة عريقة يعود تاريخ تأسيسها بالزبط 1290 للهجرة وطبعا هذه المكتبة هي تعتبر منارة علمية منذ القدم من أيام عبدالله بن العباس رضي الله عنه هذا تاريخ المكتبة منذ تأسيسها ما شاء الله نتكلم عن محتوياتها وماذا تحوي بين رفوفها وزواياها المكتبة تحوي جميع الفنون المكتبة يعني تحوي جميع الفنون في اللغة العربية والتفسير والحديث والفقه وكتب السيارة والتراجم تتميز المكتبة بأشياء نوادر في سيارة التراجم عندنا مخطوطات كذلك تعود إلى القرن السابع للهجرة يعني جميع الفنون موجودة في المكتبة بالنسبة للأثار التي فيها الصخور والمنقشات يوجد في المكتبة خمسة وعشرين نقش حجري يعود بعضها إلى القرن الأول في الهجرة وهكذا يعني يوجد كذلك عندنا نوادر في ما يسمى المطبوعات الحجرية يعود بعضها تاريخها إلى الفمائتين وثمنتعشر للهجرة تكلمنا عن العناوين وعن المؤلفات التي فيها كم يصل عددها حتى اليوم؟ عدد العناوين في المكتبة الآن قرابة خمسة عشر ألف عنوان خمسة عشر ألف عنوان الآن وإن شاء الله في هدف قادم إن شاء الله يتصل إلى عشرين ألف قريب إن شاء الله بالنسبة للأوقاف والذين يهدون كتبهم ومكتباتهم للمكتبة هل المجال مفتوح واستقبلتم عدد منها؟ نعم الحمد لله هذا المجال يعني يعتبر عمل صالح نحن إن شاء الله ودارة الأوقاف والمساجد تدعو في العمل الصالح ولا تمنع ذلك نعم نستقبل الكتب التي تكون وقف شرعيا ويوضع لها رقم تسلسلي وتكون مفهرسة في المكتبة إن شاء الله والله يحييكم يعني السؤال أخير ومهم استاذ طلال نختم في هذا اللقاء طبعا لو نتكلم عن حجم القراءة والإقبال على القراءة في ظل المتغيرات ظل الوسائل الجديدة هل هناك قراء فعلا بشغف؟ أيها الحمد لله نعم فيه سبحان الله هذا طبقة المثقفين في كل زمن موجودة والله الحمد يعني فيه ناس ما شاء الله لقوة هلا بالله يعني نعجب من عشقهم للكتاب ومؤلفين يأتي المكتب علماء ومشايخ ومؤلفين الحمد لله والحمد لله الدنيا في خير نحمد الله ونشكرا شكرا لك استاذ طلال وسعده بهذا الوقت معك والمكتبة يعني كما ذكرت هي مكتبة عريقة وتحتاج إلى وقت أطول لكي نستعرض تاريخها العظيم جدا عودة لك عبدالإله يعطيك العافية محمد التقفي